سيدريس هذا مشروع اللي نال واحد دام بربعادية المليون ديال الدرهم بيت نسولك في هذا المجال جوجل الأسئلة واش هذا مبلغ كان كافي الاشتغال ما عنقلش في ظروف مريحة ولكن في ظروف ساليمة وثانيا كيفاش اشتغلت انت في تنفيذ الإنتاج لأنه هذي الناس كيعرفوك وانا كنعرفوك كممثل كمخرج كإنسان كيكسب سيناريس ولكن تنفيذ الإنتاج مهنة قائمة زداس وكتطلب معارف وتكوين خاص كيفاش اجدر اولا هذي المبلغ ديال الدعم كان كافي وثانيا كيفاش اجدرت يا سيدريس باش تتغل على تنفيذ الإنتاج لهم مشي تخصوصك بشكل مباشر طبعة الحال طبعة الحال وهذا دي مسألة فرغ منا انه سيفغير مشي تخصوصي وكنتمنى انه عمره ما يكون تخصوصي وكنتمنى انه عمره ما يكون داخل هذ التخصوص بعينه تقولي انه الفلوس والإبداع هما تطلقوا ولكن فتتم العمل الإبداعات والصراعات تتصارع مع ذاتك تتصارع مع نفسك اذا كنت هو المنتج ولكنت المنتج المنفيد وأنت أيضا المبدع بمعنى انه كتكون الخصم والحكم في نفس الوقت وبالتالي صعب جدا ولكن هذه المسألة حاولنا على الأقل داخل فولكس بوكس اللي هي الشركة اللي كان تميلها بالإضافة للصراع ديالي اللي هو لاصصي ديالي أدم جدول اللي هو واحد شخص اللي يمكن نقول بأنه إنسان يحب ويعشق السينما بواحد شكل كبير واللي من الأول من البدايات تفقنا على اتفاق يعني يمكن نقول كحد بين ما هو إبداعي وما هو مادي إنتاجي وبالتالي كان هو المنتج ديال العمل بشكل كبير جدا وكنت أنا هو المخرج ولكن فشتا نقوله تنفيذ الإنتاج من الناحية الفنية بمعنى تنفيذ الإنتاج بطريقة لتسمح ترويد المادة إلى ما هو فني عوض ما يكون فقط ما هو مادي مادي محد حاولنا أننا نخلقوه هاد الجسر تواصلي ما بين المادة اللي هو الإنتاج وبطبيعة الحال كما تتعرف ربعات المليون ديال العمل ما كفاتش حتى لنصص ديال الفيلم نحن وصلنا الآن ما يفوق سبعة ديال المليون ديال الدرهم وما زل الفيلم الآن في المراحل الأخيرة في إيطاليا إلى آخره وبالتالي فالفيلم ما زالته يأخذ الفلوس ما زالته يأكل الفلوس وانتو ما كتعرفوه أنه فاش كتدير فيلم وانتا باغي تكون فيلم الصح تتصوبه للسينيما ماشي باش تربح منه ماشي باش تديره فقط باش تخرج باش تربح فيه المهرجة الأول غت تحضر له باغي تتظهر يعني تبان به فتنظر بأنك تخسر من فلوسك تخسر من نفسك من ذاتك من روحك من وقتك وكتحاول تعطيه الإمكانيات الضرورية وكتحاول أنه توفر لهذه الظروف ماشي باش نصنعه فيلم مبهر ماشي بهذا الشكل ولكن باش نصنع الفيلم كما هو كما جاء في الحلم كما جاء في الخيال ديالي كما كما قلتنا له وجدنا له مدة ثلاث سنوات في الكتابة برفقة عدنان موحجة اللي هو كوسينا غيست معايا كما دلنا له كما دلنا له لغزدانس دي كريتور مدة طويلة وصرفنا عليه المرحلة الليلة والتانية كما دلنا له كما دلنا له خلصنا الفلوس للناس اللي دكتور سكريبت على تخونجي كما ومشينا على أساس أننا بغينا نصوبه نصوبه فيلم ماشي غير فيلم ماشي غير فيلم ينتامي نحن بغينا فيلم عنده علاقة بشيء معين ومؤثر بوحد الإطار اللي كي عرفوا العالم ككل بمعنى أنه ماشي غنجي ونقول دات فيلم سينماعي ما بغيتش من الأول كان عندي اختيارات وهذه الاختيارات ما كانت صعبة اختيار اللي ما عندهش علاقة بما هو يعني تجاري رغم أنني لا أعيب على ذلك فالتجاري يجب أن يحضر ويحضر بقوة ولكن يقنن في إطاره الخاص ولكن بالأول اخترنا هذه المسألة ديال علاش اللي ما نديروش فيلم اللي احنا فلسفيا ونفسيا واجتماعيا بغينا ولقنا بأنه سوف ندخل المغامرة أنا سخصيا كنقولها وكن أكد من هذا المنبر أني دخلت مغامرة صعبة 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 جدا ولكن ما بغيتش تكون سهلة في الأول وما بغيتش أنني نمشي للمكان اللي تيريحني دخلت ومشيت الانتريلر بسيكولوجيك اللي فيه شوية المانيبولاسيون خدمة شوية صعبة بزاف اخترت حتى على مستوى تصوير مأماكن صعبة جدا لك حضرتي معي أخويا بيلال وشتي كيفاش كنا وكيفاش في المرحلة ديال لحظة تلتع البرد وطلج اللي كان في إفران وفراس الماء وفي الأخيرين ومع ذلك مع ذلك هذه الأختيارات كنت عن اقتناع خاصة نصوب فيلم على الأقل يشبيهوني كيش بيهني في تفكيري كيش بيهني في عقليتي كيش بيهني في حلمي وهذا هو اللي خلاني أنا ننزل بشيل هاد جرادة ملحة اللي في حقيقة كانت ملحة بزاف بزاف